إذن ونحن نحتفل دلوقتي ستلوة بيوم الشهيد والحمد لله احنا خلاص انتصارنا على الإرهاب وزم حضرتك ذكرت من 2019 الحمد لله لم يوجد أي عملية عسكرية إيه الدروس المستفادة من الاحتفال بهذا اليوم؟ هو طبعا دروس كثيرة جدا جدا الدرس الأول هو أن الدولة بتتقدم الدولة تتواجد بيكون له دور بالتضحيات التي يقدمها أبنائها وبالعمل التي يقوم به شبابها شباب مصر اللي كان في كل الحروب السابقة يعني الحرب والشهداء دولة يعني مش في 69 فقط اللي هو الشهيد عم منعم رياض ولكن تاريخ مصر مليء بالشهداء خلال على مر التاريخ بالله أن الشهداء منذ توحيد مصر على يد الملك ميناء منذ 5200 سنة وبالضبط 3180 قبل الميلاد وخلال العمليات العسكرية الكبيرة اللي قام بها أحمس اللي هو من أيام طرد الهكسوس وتحتمث الثالث في معراكة مجدو ورمسيس الثاني في معراكة قادش قادش دي في سوريا ده بتدينا رسالة أن الأمن القوم المصري لما يكون فيه عدائيات في الخارج ما تنتظرش يقولك لا ده أنت بتطلع لهم رح لهم سوريا وقضى على 13 جيش كانوا مجتمعين عليه وإحنا شفنا في التاريخ المعاصر أن في 2017 قامت القوات الجوية المصرية باستهداف إرهابيين في ليبيا قاموا بعمليات ضد بعض أبنائنا وبالتالي بنجد أن تاريخ المصر القديم والحديث والمعاصر وحتى في حروب جولات الصراع العرب الإسرائيلي وفي الحروب ضد الإرهاب بيسقط شهداء بنقول لهم أن الشهداء دولا هم قدوة لنا بنزي ما قلت وسيادتك تفضلت والأستاذ الجمانة وقالوا أننا قادرين أننا نكون مثل اللغم الشهيد اللغم البشري فعلا كل الشباب في الجامعات في محاضرات التوعية والولاء والانتماء التي تقوم بها أو تكلفن بها القيادة العامة القوات المسلحة في شباب الجامعات المدنية الحكومية يعني الحكومة أو الجامعات الخاصة بقال لهم هذا المثال بقال لهم مين؟ كل الفتيات والأولاد طبعا بيكونوا هم متحمسين جدا الرثالة الثانية أن القاد قائد القائد في كل مكان يعني القائد العسكري القائد السياسي القائد في أي منظمة وفي أي مؤسسة في أي أورجانيزيشن لابد أن يكون في وسط موظفيه وفي وسط جنوده علشان يرفع الروح المعنوية نحن بالله الرئيس عبدالفتاح السيسي يذهب إلى مصنع الأبطال مصنع الأبطال مصنع الرجال اللي هي الكلية الحربية بيكتمع مع الطلبة ويتواصل معهم ويدهم كده تلقين وتوجيه عن الأحداث الجارية وزي ما أن كلية الكلية الحربية هي مصنع الرجال نحن عندنا في مصر كلية القادة والأركان هي مصنع القادة وعندنا أكاديمية ناصر العسكرية العليا هي مصنع كبار القادة في هذا الإطار القائد لا بد أن يكون في وسط جنوده الرسالة اللي أنا عاوز أقتم بيها بقول للشباب أننا لابد أن يكون هناك أمل لأن الأمل هو الأمان وهو الاستقرار ودفع في النهاية ستلوها وحب الوطن يعني كل واحد بيقدم اللي عليه حبا للوطن طبعا يا فنم بالإضافة برضو لو سمحتين إحنا بنتكلم الآن في أعمال التنمية اللي بتقوم بها الدولة في تنمية شاملة مستدامة وفيه حاجة اسمها النمو الاحتوائي النمو الاحتوائي يعني إيه؟ يعني بنعمل تنمية شاملة مستدامة لكن المنتجات والمحاصيل اللي بتطلع بتكون يعني محاصيل نظيفة بتستخدم طاقة نظيفة طاقة متجددة ودائما برضو أنا بقول إن إحنا مصر الآن بتستفيد من كل مواردها إحنا عندنا موارد اقتصادية بيتم الاستفادة منها لكن هناك موارد غير اقتصادية بتسمى رأس المال الميت اللي هو ديد كابيتل يعني هو فيه رأس مال وميت أيوة فيه موارد عندك أنت مش مستغلة لكن مصر زي الشمس الشمس في الصيف دي حد ما بيطيقهاش دلوقت بيتم توريد الكهرباء زي محطة بنبان زي الرياح وفي الشتاء نحن عندنا محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطية جبل الذيد بالبحر الأحمر وبالتالي الدولة بتعمل في كل الجهود ليس في المجال العسكري فقط اللي مصر وجيشها بيتبوى المركز الـ 12 على مستوى العالم لكن قواتها الخاصة لقوات الصعخة المصرية في المركز نمبر وان مش نمبر وان بتاع العقيدة هي العقيدة فن هو نمبر وان رقم واحد على مستوى العالم قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقبل روسيا واحنا بنشوف ان الحروب الان تغيرت الحروب الان اصبحت حروب جديدة زي الحرب السيبرانية وحرب المعلومات والحرب الالكترونية لكن مصر وقواتها المسلحة بتتطلع على كل مثل تلك وبتتملك تلك المنظومات من التسليح كل التحية لروح شهداءنا الابرار اللي ضحوا بحياتهم وضحوا بنفسهم من اجل كرامة هذا الوطن وطبعا بنقدم لأهليهم الشكر لأنه هم كمان قدموا تضحيات كبيرة جدا نحن نشكر سيادة تكسية التلاوة محمد الشهاوي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية شكرا جزيلا يا فن شكرا يا فن